فلح أحب اليوم بس أديكم فكرة سريعة عن اللي حتكلم عليه في الأجزاء القادمة الحلقة أو المجموعة الحلقات هذه لح تتطرق لآيات قرآنية بتشهد عن صحة الكتاب المقدس واحدة منها لح تشهد عن صحة الكتاب المقدس في زمن المسيح وحتى من قبل ولادة المسيح وفي جزئية تانية لح تتكلم عن صحة الكتاب المقدس ما بين فترة المسيح ومجيء النبي الإسلام محمد وبعدين في آيات لح نتطرق لها علاقة بشهادة القرآن في وقت نبي الإسلام وقت ما عاش نبي الإسلام عن صحة الكتاب المقدس وبعدين لح نتطرق لآيات بتوري كيف أن القرآن اكتبس قصص وآيات من الكتاب المقدس دليل على أن الكتاب المقدس كان صحيح وآخر شيء لح نختمها بأن نتكلم على الخمسة آيات الموجودة في القرآن التي تستخدم أحيانا على أنها هي الدليل على أن الكتاب المقدس كان محرف وفي الواقع الآيات هذه أول ما شاركها معكم لح تشوف أنه فيه فهم كبير جدا في حتى تفسير هذه الآيات لكن أتمنى أنه لما نعمل هذه الأشياء إن شاء الله إنكم لح تستفيدوا من هذه الآيات والشواهد التي أذكرها وطريقة النظر إليها